السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في كل مكان أحييكم من القلب الحقيقة اليوم أريد أن أقعد معكم أو أتعرف عليكم وتعرف علي لأنه وصلتني كثير من الأسئلة فأتمنى أن أجيب عليها السؤال الأول من هو محمد أحمد عوض الجيد؟ محمد أحمد عوض الجيد ولدت بالسودان بالجزيرة قرية الحججاب درست المرحلة الابتدائية بقرية ابراهيم عبدالله ثم المتوسطة بمدرسة المدينة العرب ثم حنتوبة ثانوية هاجرت من السودان عام 1986 لدراسة الاقتصاد باليمن الشقيق وهاجرت كمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 لدراسة الاقتصاد وإدارة العمال ولدت كما ذكرت لأبوين نزيهين كادحين شريفين ربونا على محبة الوطن وحفظ كرامة الوطن وكرامة المبادئ لذلك في خلال الثلاثين عام الماضية ما جرحت السودان ولا كرامة السودان حافظت بل على كرامة السودان سمعة السودان لذلك أتمنى أنه هذا يكون إجابة السؤال الأول وفي نفس الوقت عندي الرزمي أو السي دي إن شاء الله سنزلها في الصفحة وكنت تطلعوا عليها أما الآن أنا مستشار مالي بسوق الأوراق الأمريكية منذ عشرة سنوات السؤال الثاني اللي هو أين أتت فكرة المشروع المليار دولار من أجل السودان الحقيقة في زيادة الأخيرة للسودان الحبيب كانت في شهر عشرة وقفت على مستشفى الضرة بالخلطوم أو نعم السرطانية وكان موقف محزن جدا جدا فهذا هزاني لازم نعمل حاجة بالنسبة للبلد وأهل البلد وأيضا يمكن الأشياء سرعتها الموقف أو الصورة لعمنا أنور محمود بصراحة أخشار بدني ونحن كسودانين هذا أعتبر نعيب علينا أنه نكون مكتوفيها لأيدي سؤال الثالث أين أنت من السودان السودان بالنسبة لي أنا هو أول وأخيرا وأنا مع الشعب السوداني أنا مع السودان أي شيء لرفعة السودان وشعبه أنا معها قلبا وقالبا أنا ضد الظلم أنا ضد الفساد أنا مع احترام الحريات واحترام الأفراد وكرامة الإنسان فهذه من ناحية موقفي أنا مع السودان أولا وأخيرا السؤال الثالث ما هو الهدف من الحراك أو المشروع المليار دولار الهدف هو رفعة السوداني الضعيف الشريف وحفظ كرامته لأنه عندنا مثل بيقول إذا لم تقف لمبدأ فتسقط لأي مبدأ فأنا حبيت أنه على الأقل أنه نقدر نحي ولوحي أحيينا حياة واحدة كأننا أحيينا كل العالم أما بالنسبة للسؤال أنه كيف توزع هذه الأموال أولا في الوضع الراهن لن نجمع حتى الآن حتى فلس معدى الألف دولار التي أنا اعتمدت عليهم في أي لحظة موجودة ولازم يكون فيه طبعا اتفاق ببعض الغيورين طبعا من كل دولة يشكلوا لجنة منهم وحيكون إن شاء الله هناك طبعا تنسيق مع إما المنظمات الخيرية السودانية الداخل السودان التي يدورها شرفاء ونزهاء عشان نوصل هذه الأدوية للمستحقين أو عن طريق المجموعات الممكن نخلقها في كل أحياء السودان بالقائمة للناس المحتاجين وحيكون طبعا هذه اللجنة المنظمة حساب ومراقبة لكل فلس يجمع وفي نفس الوقت يصرف في أي مسروع من ناحية دي أضمنوا أنه لن تسلم ولا فلس إلى حكومة السودان المبلغ من أجل الشعب وإلى الشعب لذلك هنضمن أنه هذه الأموال لأنه عملناها من أجل المواطن الوسيل أتمنى أنه على الأقل أشرت بعض الإضاءات وأنا بصدر رحب كل أسئلاتكم واستفساراتكم أرجو أن تدخلوا على المقر الصفحة اللي هو الهاشتاج مليار من أجل مليار دولار من أجل الدواء للسودان وشكرا لكم وإلى اللقاء في شريط آخر